سورة الضحى أحمدك ربي على فضائل ذاتك وعضاء من عمائك وأصل وأسلم على قمة استفائك ومسك ختامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فمع سورة الضحى هذه السورة بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها وإيقاعها لسمة من حنان ونسمة من رحمة وطائف من ود ويد حانية تمسح على الآلام والمواجه وتسكب البرد والطمأنينة واليقين إنها كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها نجاء له من ربه وتسرية وتسلية وترويح وتطميم كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود وألطاف من القربة وهدهدة للروح المتعب والخاطر المقلق والقلب الموجوع وقد ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله وأبطأ عليه جبريل عليه السلام حتى قال المشركون وادع محمد ربه فأنزل الله عز وجل هذه السورة والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله كانت هي زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مشقة الطريق وسقياه في هجير الجهود وروحه في لواء التكذيب وكان صلى الله عليه وسلم يحيى بها في هذه الهاجر المحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة وعلى الإيمان وعلى الهدى من طغيان المشركين فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد وانحبس عنه الينبوع واستوحش قلبه من الحبيب وبقي للهاجرة وحده بلا زاد وبلا ري وبغير معتاد من رائحة الحبيب الودود وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجود وعندئذن نزلت هذه السورة نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربة والأمل والرضى والطمأنينة واليقين ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وما تركك ربك من قبل أبدا وما قلاك من قبل قط وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى ألا تجد مصداق هذا في حياتك؟ الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع وفي الإيطار الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة والضحى والليل إذا سجى فأطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف والرحمة الوديعة والرضى الشامل والشجى الشفيف ذلك الحنان وتلك الرحمة وذلك الرضى وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة الرقيق اللفظة ومن هذا الإيقاع الساري في التعبير فلما أرد إيطارا لهذا الحنان اللطيف ولهذه الرحمة الوديعة ولهذا الرضى الشامل ولهذا الشجى الشفيف جعل الإيطار من الضحى الرائق ومن الليل الساجي أصف آنين من آونة الليل والنهار وأشف آنين تسري فيهم التأملات وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء وصورهما في اللفظ المناسب فالليل هو الليل إذا سجى لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصف وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف والتأمر الوديع كجو اليتم والعائلة ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصافي فتلتأم ألوان الصورة مع ألوان الإطار ويتم التناسق والاتساق إن هذا الإبداع في كمال لا يدل على الصنعة صنعة الله التي لا تماثلها صنعة ولا يتلبس بها تقليد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يقسم الله سبحانه وتعالى بهذين الآنين الرائقين الموحيين فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي المتعاطف مع كل حي فيعيش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود غير موحش ولا غريب فيه فريد في هذه الصورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه فظل الأنس هو المراد مده وكأنما يوحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منذ مطلع الصورة أن ربه عز وجل قد أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود وأنه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد ما ودعك ربك وما قلى وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك وأنت عبده المنسوب إليه المضاف إلى ربوبيته وهو رعيك وكافلك وما غاض معين فضله وفيض عطائه فإن لك عنده في الآخرة من الحسن خيرا مما يعطيه منهما في الدنيا ولا الآخرة خير لك من الأولى فهو الخير أولا وأخيرا وإنه لا يدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك وإزاحة العقبات من طريقك وغلبة منهجك وظهور حقك وهي الأمور التي كانت تشغل باله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد والشمات ولسوف يعطيك ربك فترضأ ويمضي سياق السورة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان شأنه معه منذ أول الطريق ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به ومودته له وفيضه عليه ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقر وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى انظر في وقع حالك وماضي حياتك هل ودعك ربك وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر ألم تحت يتمك رعايته ألم تدرك حيرتك إدايته ألم يغمر فقرك عطاؤه لقد ولدت يتيما فآواك إليه وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ولقد كنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة كما أغناك بكسبك ومال أهلي بيتك خديجة رضي الله عنها عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد منحرفة السلوك والأوضاع فلم تطمئن روحك إليها ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمئنة لا فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا ثم أدك الله بالأمر الذي أوحى به إليك وبالمنهج الذي يصلك به والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى التي لا تعدلها منا وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ومن التعب الذي لا يعدله تعب ولعلها كانت بسبب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانيه في هذه الفترة من انقطع الوعي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب فجاءت هذه تذكره وتطمئنه عن أن ربه لن يتركه بلا وحي في التي وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتي وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم وإلى كفاية كل سائل وإلى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه وفي أولها الهداية إلى هذا الدين فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر هذه التوجهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله وإلى إغناء السائل مع الرفق به والكرامة كانت من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة التي لا ترعى حق ضعيف غير قادر على حماية حقه بسيفه حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله عز وجل إلى الحق والعدل والتحرج والتقوى والوقوف عند حدود الله الذي يحمي حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيف يذودون به عن هذه الحقوق وأما بنعمة ربك فحدث وأما التحدث بنعمة الله عز وجل وبخاصة نعمة الهدى والإيمان فهو صورة من صور الشكر للمنعم يكملها البر بعباده وهو المظهر العملي للشكر والحديث الصامت النافع الكريم نسأل الله أن يعيننا على شكره كما يحب ويرضى وأن يعيننا على التحدث بنعمته علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين